جرى يا ماما أنا جالي عريس بمواصفات معينة قاية واحدة بيضة ونخشق وحيو وبنتي بنود وأنا بقى شايفة أن المواصفات دي تنطبق عليك طيب أنت عارفة أن أنا مش بني مينيش يا حبيبتي الموضوع ده عندي سهل المهمة عندي العريس ده راجل مش سهل ده راجل مقتدر غني عارفة يعني إيه غني المهمة تبيضي وشي معاه وترفعي راسي يا بنتي مش فاهمة يا خرب بيت يا بنتي ما هيخذك يا عيوشك في أبها مش مهمة رفع راسك ولا ما رفعش المهمة قبلين هنعمل إيه في المصيبة اللي أنا فيها حلها إزاي يعني لا حلها بسيطة عندي أمو كلها كرزتين هتشكيه وتبقى زي الفور كرزتين إيه أحي يا بنتي لما يجي الدكتور صبحي هتفهمي كل حدا أول ما يعملك العمليات لأ دكتور إيه أنا ما بحبش العمليات وبخاف منها باتي حملية بسيطة قوي سهلة جدا هيحولك كده بقدرة قادر من مداب لما بمصدر ما أنت قلت لي عن الرفع سهلة جدا لأ لأ معيش مراتي بجد سدقيني حاجة بسيطة وسهلة وبعدين إيه يعني نحن كده من نبقى مش بنخم الرجل وبندحك عليه مش حرام لا أصلا لا لا أنا ست ساحة بتاعي مش هستحمل إنتي بتاعني بيدا جرائية بيت جرائية بيت جرائية بيت جرائية شيخة خوخة منكم نستفيد يا حبيبتي جرائية بيت أنت بتعرفي في الدين أكتر مني ولا إيه أنا اللي أعرف الحرام والحلاب هو من أنت يا أختي تصطير البنات بقى حرام حاكم شكل كده مش عرف أسلاك يا توحة ونت أسلاني ليه بس يا باشا عشان أنت عاملة زي المخدرات كلما الواحد ياخد مني الجرعة يبقى التراجع صعب قوي إدمان آه لكن مش مدرة بالصحة مين قال ده أنت يا توحة مدرة بالصحة وتسبب الوفاة مش قوي كده ما تبلغش بقى يا باشا لو أكتر من كده بحاجة لدرجة أن الرجل الكبير بتاع أسر المريطية طلبك تاني يا توحة لا كله اللي الراجل ده أنا بقى مش ناسي اللي عملوا في جسمي معلاش ده مش بني آدم آه بس ده ما ينفعش نقوله لأ أنا بقى صاحبة الشأن وبقوله لأ بتهزرها لي يا بيت لا ما أخذ يا باشا ده جسمي وأنا حرة فيه وبعدين اللي تعمل فيه مش قلي وبرض اللي خدتيه مش قلي طب أنا بقى صاحبة المصلحة وبقول لأ وبعدين يعني يا باشا أنا ما بروحش لحد بادر ما بجيش يعني غيرليك أنت وبس وحيات أمك؟ يعني أنت عايزة الباشا بجلالة قادر ويجي لغاية عندك؟ لا يجيني ولا روح له يعني إيه؟ يعني مش رايح كبرت يا توحة وبقى لك رأي وبتقولي أروح ده وما روحش لده فوقي يا بات فوقي ما تنسيش نفسك أنا اللي عملتك يا توحة اتعدلي بدل مع دلك لروح أمك كده؟ مش كنت دلوقتي إدمان؟ بقيت اتعدلي يا رحمك؟ كده كده بس؟ كده؟ الله ما أخذيك يا شتان أنا آسف يا توحة أنت حبيبتي اللي وردتين أعمل كده توحة إحنا موجودين في الدنيا دي عشان نسعد الناس بنقدم لهم خدمات زي أي حد زي أي حد بيقدم خدمات يا توحة وماً؟ والنبي أبشا مش جايبك ورا غرى النظريات اللي بترصها على ليل ونهار في كل حد ته دي بيت يا فاتحية هات المشروبات يلا بسرعة يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك حطي رحيتي قهوت حاجرتك مصبوط صح؟ تفضل وأهوت المتر سيدة أنا عرفاه تفضل اللوون بقى اللوون بقى اللوصاية للشيخ جلال هتدوه بقى وتدعيل الله يكرمك بألف هانا وشفه حزيرك اتفضل لهم بألف هانا وشفه بألف هانا وشفه المهر والمؤخر تامي حدي المهر خمسين ألف والمؤخر تلاتين ألف مش كده يا شيخ جلال شده يا حدي شده العروسة ليها وكيل يا حبي وكيل ايه يا متر العروسة وكيلها ربنا ومقطوع من شجرة وأنا اللي مربياها ونعمة تربية يا حبي ونعمة تربية ونعمة تربية مدتك عريسة مدتك عروسة اه هاتي يا أخي طب ما هتعرف تكتب؟ اه يا مدي يا حبيبتي يا مدي نعمة تسلم ايدي تسلم ايدي خد يا مدي طب تسلم آسك لقد تقضوا بنني حجة ان شاء الله ألف ألف مبروك أه ألف مبروك يا شيخ جلال مش عبسيك مش عبسيك على خوخة دي بنتي أنا اللي مربيوهو بيت بغلبانه وأميره في عيوني يا حجة الله يخليك الله يخليك مشيلا نجوم يا عروسي اه طبعا يا خوي تاخد عروستك وتتهنى ألف مبروك بالرفاق والبنة صوت البحر يلا يا أختي يلا كي أصيك يا هفاق ألف ألف مبروك ألف مبروك خلي بالكوا من بعد طريق السلام هي أحلى عرسان ومن نبي خالصة وخميس الله هو أكبر بقى يا راجل يا ناقصي غلط جاي قدام الزبون وتقولي العروسة لها وكيل من إمتى دي حاجة لزوم الشوء ده إحنا تلميزي آه تلميزي قوي تطردينه في ضهر بتكفيبة يعني عجبتهم الشاقة ده سمكة حلو قوي انت هتهملي بقى على المكتب أه أه بقولك إيه يوعجبهم مشارع اللي فيه الإعلانات بتاعت مكتب السمسرة التاني فهم ولا لأ يون يلا تكي على الله سلام ماينفعش كده يا هاني ملاحظة عدة بس تتدينه خبر جرائب الكوامل مش تشغل يا أخويا عندك ناس بتفهم وعندها نظر مشكلتها أنها عندها نظر بس نورك زغل لعنيها شوية أنا أسف يا أستاذ أبو الكوامل هي صميمة تدخل على طول لا اللي هاني بتدخل في أي وقت دي صاحبة مطرح يلا اعملي لها عصير حضر فلا ده العادي يا أخويا بقيت أستاذ وعندك مكتب الله يرحم يا بتاع الشمسية آآ يا أختي مع الشمسية دي يا أبو أديمه ومن فات أديمه تاقه ولا يا برانسيسة لما نفسك يا أبو الكوامل ومبروك يا أخويا على المكتب الله يبارك فيك خير عايز شقة تمليك يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي وجالك قلبك تقولي شقة تمليك لا ده على عشاتنا ارتحت أول بقولك يا أخويا أنا مش جايبني وراء غير النقق والنبر ده خمس كده وقول ما شاء الله بدل ما أخب بعضي واطلع على مكتب واشوف سمسار تاني الله 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 ليه بس العلوان الغامق دي على الصبت أنا عاوزة شقة خمس قوة في شارع جامعة الدول العربية يكون فيها حمامات ياما وبلكونات ويكون بتشوف الشمس وبحر وعاوزة كمان هي يا بيت يا توحى آآ عايزة المدخل بتاعها كله الخام وامريات شقة خمس قوة وفيها حمامات كتير هتعمليها مستاشفة صح؟ ما تبضوا الكن بقى بدل ما روح هشوف حد تاني لا 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 ولا ايه ديني اسموع هاجبلك شوية شوية كده وانتي تنقل مش خد ده العربون يا صلاة النبي عليستة والسلام بقينا نعرف العربون دلوقتي كنا بنسميه زمن حسن ماشي يا بتاع الشمسية موسيقى موسيقى